جلس الأمن رياض منصور لرسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي طالب بموجبها بوقف إطلاق نار إنساني على رغم من كل هذه الأمور ورغم كل العمل الدؤوب الذي بذله زملائي وخاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة والحالة الوحدة التي سادت بين أخواننا وأشقائنا من الدول العربية ووجود أكثر من مئة الدولة التي كانت قد تبنت ورعت هذا القرار خلال أقل من يوم واحد فقد بدلنا قصارى جهدنا لكن لسوء الطالع اليوم هو يوم حزين في تاريخ مجلس الأمن وبالنسبة لهؤلاء الذين لم يستطيعون أن يروا الأشياء على حقيقتها ورأوها بطريقة مختلفة فأقول أننا لن نستسلم سوف نستمر في جهودنا وسوف نستمر في قرع أبواب مجلس الأمن حتى يستيقظ ويطلع بمسؤولياتهم من خلال مجابهة هذه الحرب الهمجية التي تعترض الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال الذين يعيشون هناك وسوف نعود إلى الجمعية العامة لنستأنف الجلسة العاشرة الطارئة إنه لزام علينا أن نفعل كل شيء بقدرتنا من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة لن نتوقف ولن يهدأ لنا بال ولن ننام إلى حين أن ننجح في تلك الجهود وسوف نحقق النجاح في هذه الجهود كنا نمني أن ننجح يوم الأمس وقبل شهر وقبل شهرين لكن هناك فريق لا يرى الواقع على حقيقته وسوف ينصع إلى الضغوط الأساسية من جانب واحد من الكرة الأرضية دون أن يعير أي اهتمام إلى الجانب الآخر من العالم في حين أن الملايين وكافة الدول بما في ذلك 13 منها الذين نرحب بهم ونحييهم بما في ذلك رئيس المجلس الأمن على كونهم قد وقفوا إلى الجانب الصحيح من التاريخ أننا ممتنون لكافة هذه الأمور وأننا نشعر بالغضب بسبب منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة وأننا على صواب نشعر بهذا القلق والغضب والأحباط لأنهم يرون هذه المكينة الإسرائيلية التي تقوم بقتل الآلاف ومجلس الأمن لا يزال مشلولا نتفهم أن الأحباط والغضب ونحن سوف نضاعف من حجم جهودنا من أجل أن نقوم برؤية نتائج مختلفة وإزدال الستار على هذه المأساة التي تعترض شعوبنا في قطع غزة أنا متأكد أن أخواني وشقيقاتي سوف يقفون جنبا إلى جنب وسوف نقوم بتوحيد خطواتنا في المستقبل سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو مع الأمين العام أو مع كل مكون منظومة الأمم المتحدة نحن السفراء الذين نمثل دولنا وشعوبنا في هذه المنظمة ويجب علينا أن نفعل كل ما نستطيع من أجل الوفاء بتوقعات شعوبنا من جانبنا وأمل ما آمله أن نستطيع أن نضع أن نزل الستارة على هذه الحرب خلال يوم أو يومين أو مهما استغرق الأمر لكننا عزمون على فعل ذلك وعلى بدل تلك الجهود أي من زملائي أشخاصي زملائي زميلتي يرغبون بالإدلاء بأي كلمة إذا ما كان السؤال بالعربي سوف نرد بالعربية أشرت مسابقا إلى خيارات في حال استخدم البيتو لعرقلة مشروع القرار أشرت الآن إلى خيار اللجوء للجمعية العامة مجددا ما هي الخيارات الأخرى الإضافية ثانيا هل تمت جدوى حقيقية الآن من زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى رفح في وقت أخفاق فيه المجلس وللمرة الخامسة في اتخاذ تحرك عملي لوقف ما يحدث في غزة الخيارات الأخرى من ضمنها هناك مشروع قرار ربما يقدم قريبا باللون الأزرق الأشقاء في مصر يقود هذه العملية وبطبيعة الحال الأشقاء في الإمارات العضو العربي يقوم بالتشاور مع عضاء مجلس الأمن ربما يكون من المفيد ومن الضروري أن يقدم هذا المشروع بأسرع وقت ممكن باللون الأزرق للتعاطي معه هذا خيار آخر بالإضافة للرزيوم سيشن للدورة الطارئ العاشرة المستأنفة في الجمعية العامة أنا أختلف معك في مسألة الذهاب إلى رفح أنا أعتقد أن هذا الجهد من قبل الأشقاء في دولة الإمارات والفكر المبدع لأختي العزيزة السفيرة لا ننسيبة التي جاءت بهذه الفكرة المبدعة والتي تبنتها حكومة بلادها وأنا رحبت بها باسم الشعب الفلسطيني وقيادته لأنه علينا أن نأتي بأفكار مبدعة فليذهب مجلس الأمن سواء بشكل رسمي أو غير رسمي ليرى بأم عينه ويصرخ من معبر رفح بما هو مطلوب من مجلس الأمن أنا أعتقد أن هذه كمان خيار آخر متاح إلينا ونحن نرحب بكل الأفكار المبدعة التي يمكن أن تكون عند أي مننا في ابتداء خيارات إضافية لتكثيف الضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي والمصابين بالعمى الذين يجب أن يروا الأمور بطريقة موضوعية وليس كما تزينها إسرائيل لهم أعتقد أن كل هذه الجهود ستثمر وإن شاء الله قريبا في الضغط على إسرائيل ومن يحميها في مجلس الأمن بأن يلتزم مجلس الأمن باعتماد قرار لوقف الإطلاق الناري الفوري ووقف هذه المذابح ضد الشعب الفلسطيني في غزة كلنا نتألم لعذابات الشعب الفلسطيني من المحيط إلى الخليج في كل دولة عربية ونقدر هذا الموقف النبيل من الشعوب العربية وحكوماتهم والدول الإسلامية وعدم الانحياز وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول آسيا ودول عديدة في أوروبا وكل دول العالم العالم كله مع الشعب الفلسطيني العالم كله يتألم لأن الشعب الفلسطيني يتعذب ويقتل في غزة والشعب الفلسطيني لن يفنى وسيخرج من هذه المعركة رافعا رأسه عاليا لأن الشعب الفلسطيني لم يخلق ليفنى وإنما خلق ليعيش بحرية وكرامة في دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف شكرا جزيلا وسنتواصل معكم في الأيام القادمة ترجمة نانسي قنقر